دكتور إبراهيم الشربين يعني إيه بديل عن قطرة العين بتقنية النانو وقلتلي ده يروح لأكتر من رافض مش بس القطرة صح كده؟ تمام بالضبط أولا لو سألت أي حد لو عندك مشكلة في عينك حتى بدءا بالحاجات البسيطة الحسية ولا حتى مرض خطير في العين إيه أكتر الطريقة ووسيلة بتاخد بيها الدواء في العين الإجابة هتكون عطول القطرة مش كده ولا القطرة الأسف الشديد ثابتة علميا وكان ده من فترة كبيرة مش من اليومين دول يعني إن العين لا تحتفظ إلا بقدر ضئيل جدا من القطرة مجرد ما تستخدمها مجرد ما بتحطها كده معظم القطرة بتنزل مهينة كده نتيجة حاجة مسميها الأي تيرز علميا على فكرة حين بنتكلم فرنج الخامسة 7% اللي بيبتبقى في العين يعني العين بتفقد أكتر من 90% مجرد ما تحطها عشان كده لو بتعالج حاجة في المرض حتى لو بسيط في العين باستخدام القطرة بتضطر تحطها باستمرار إلى آخره أضف إلى ذلك حضراك إن القطرة الاكسباريشان دي بتاعها ليل بتفسد بسرعة بتلازم أشتري قطرة جديدة إلى آخره وفيه حاجة كثيرة جدا جدا عوب فيها ففكروا من زمان مش من النهاردة إن هم يحلوا المشكلة دي فعملوا حاجة أكثر لزوجة عشان تحل مشكلة التساقب بتاعها ده ففكروا فيه مراهم العيون والأي جيل أو الجيل بتاع العين برضو المشكلة ما تحلتش للأسف لأن لو استخدمت الحاجات دي في أي وقت أثناء النهار مش هتعرف تشوف بيها نتيجة تتعملك بلورد فيجين أو مش هتقدر تشوف من خلالها وعشان كده ما تعرفش استخدمها للمرة واحدة بس في اليوم قبل ما تنام طبعا يبقى كده ما حلتش المشكلة من كده الجرعة بقت جست وان سادي أو مرة واحدة في اليوم فكروا في بديل آخر اللي هو العلسات اللصقة قال لك العلسات اللصقة الناس بتشوف بيها ما نحط فيها الأدوية كده يبقى سبيسيفيك لدي يزيز معين طبعا للأسف شهيد برضو الحال ده ما كانش واقعي خالص بأي حال من الأحوال لأن العلسات اللصقة بتسب حاسية اللي يمكن أكتر من 70% من البشر حتى اللي بسغنوها للرؤية وبالتالي أنا كده أحلي مشكلة بمشكلة أخرى أضف إلى ذلك أن العلسات اللصقة غالية أضف إلى ذلك موضوع أخطر كمان أن العلسات اللصقة منفعش تسيبها في عينك بالليل وانت نايم هتلزق فأنت بتطر تشيلها وتحطها في سراين سيليوشن عشان تحتفظ بيها في الفترة دي تلأسف شهيد الدول اللي موجود جوها هيبدأ يتسرب فده الأوبشن ده ما كانش مناسب خالص فكروا في حاجات غير كده كمان حاجة اسمها أكيو سيرت زي عارف حركة الأستيك بتاع الفلوس ده بيبقى فيه حاجة صغيرة كده من مواد ما تعملش مشاكل في العين وبعدين بتروحوا الطبيب مخصوص يفتح لك عينك على آخر ويحطوا لك جوه تخيل يفضل في عينك سبع تيام طبعا دي انفيسف جدا يعني مقلمة ومش مريحة خالص غير ان هو غالي ودكتور رايح ودكتور جاي لآخره فكروا يمكن مؤخرا فيه طريقة أخرى أكثر صعوبة كمان موضوع ان هو يجيب لك التابلت أو الحباية اللي بتاخدها أورال دي حاجة زيها كده بس تبقى مينة تابلت صغيرة خالص قابلة للزوبان السريع في المية فتفتح عينك وتحط القرص الصلب ده في عينك عشان يبوش طبعا دي صعبة جدا وفي ناس حتى بتخيف تحط القطرة فازاي تستخدم حاجة بالمنظر ده اذا كل البداء للأسف الشديد عندها مشاكل كبيرة فالناس مضطرة آسفة ان هي تستخدم القطرة كالمعتاد وعشان كده احنا بنستخدم القطرة احنا فكرنا في بلاتفورم تاني البلاتفورم ده مشكل بتقنية النانو عبارة عن رقعة صغيرة جدا كأنها بالضبط حيطة ورقة صغيرة الورقة دي ديمينشنز تاعتها صغيرة جدا ممكن اتنين ملي فتاعتها ملي حاجة صغيرة خالص وثمكها 100 مايكرون يعني تقريبا واحد اقل من واحد عالمية من ثمك ورقة التصوير رفاعة جدا وبتبقى في احد اسطحها بيبقى ميوكو ادهسف او قابل الالتصاق بالطبقة المخاطئة اللي موجودة في العين الفكرة بننتهى البساطة بتشال الكافر بتتحطى طبعا بالغطيان بتاعتها بالحجاب بتاعتها يعني تحطى على طرف الصابع بتشال الغطر اللي في الاول وتنزل بس اللور اي ليد او جيفنك السوفلي اللي تحت الحتة الحامرة اللي بتبان دي بتروح حاططها فيه وشايل بقى الكافر التاني عشان كنتامناش ما يحصلش اي تلوث ولا حاجة طبعا بتكلم في حاجة صغرة جدا بتدخل بقى جوه طبعا تبقى هنا تحت وتلزق تفضل لازأ لانها بتلزق في الطبقة المخاطئة اللي جوه هنا سهولة جدا في الاستخدام حتى لو مع الاطفال يعني اسهل بكتير جدا من الاطرة لا تعوق الرؤية لانها مستخبية تحت رفاعة جدا جدا ما تقدرش حس بوجودها اصلا في العين في نفس الوقت مصنعة من مواد كلها FDA approved من نظمة الصحة والدواء الامريكية بتتحلل مع الوقت وتكون مواد أوريدي موجودة في العين وبالتالي ما عنداش اي مشكلة خالص ما تؤديش الى انها تسيل مع خالص لانها جرعة صلبة هي حاجة زي الورقة فهي ما فيش فيها سائل خالص وبتبدأ توزع الدواء بانتظام داخل العين بانتظام كامل جربنا الكلام ده على أنيمال موضل زي مختلف لحد ما وصلنا لعيون البقر حتى يعني لارجي أنيمال موضل في نفس الوقت دي جرعة صلبة يعني الإكسبريشن دي بتاعها ممتد معاك لفترة طولة جدا تحتفظ بالجرعة الدوائية 100% لأن ما فيش أي فاقد الوقت لا تعوق الرؤية سهلت الاستخدام رخيصة جدا يعني عملنا عليها دراس الجدوى وقارنناها بكل طرق تناول الدواء عن طريق العين المتاحة عالميا مش بس في مصر كنا بنتكلم في مبلغ زهيد جدا وده بلاد فورم جديد يعني ده طريقة جديدة احنا بنتكلمش عن علاج حتى مرض معين حب نتكلم عن طريقة مبتكرة تستبدل بها كل الطرق التقريدية دي لتناول الدواء عن طريق العين كمان في نفس الوقت المشكلة اللي كانت حتقابلنا في فترة من الفترات هي إزاي حضر الحاجات دي بقى على الارجي سكيل كميات كبيرة عشان مرضى كتير وعشان كذا وعشان كذا الحمد لله عملنا ديزاين الجهاز كمان معايزين الحدود تتتمل لأن فيه هدف هدف قدامنا أن يبقى فيه مخرج ينزل للمريض في وقت من الأوقات صح فعملنا جهازه وصممناه بفكرة مبتكرة والجهاز تم تصنيعه في الخارج في الصين وموجود عند الوقت حتى في المدينة يقدر يعمل باتشات ورولات وبعين تتقطع طبعا إلى هايجين كونديشن أو في ظروف معقامة تمام تمام وتستخدم عن الارجي سكيل البلاتفورم ده خدنا عليه ميداليا دهب في معرض جينيف الدولي خدنا عليه مركز أول وميداليا دهب في معرض لابتكارات الشرق الأوسط وطبعا شرفنا كمان أن خدنا عليه تكريم وجايزة من معرض قهارة الدولي السابع لابتكار فأعتقد يعني إن شاء الله تعالى إذا ربنا أراد وطبعا ده بإضافة لعدد كبير جدا من الدوليوية الفقرية من دول في أوروبا زي فرنسا ودول أخرى ودول أسيوية زي ماليزيا الأخيرة ورومانيا وحتى مكتب برقات الاختراع في منطقة الخليج العربي برضو كرمنا عليه ويعني أعتقد إن شاء الله تعالى قدام شوية نقدر نبدأ الكنيكة الاستادس بقى وتجارب السرية ونقدر نوصل به للمريض في وقت قريب